السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء مرحبا بكم في هذه الحصة مكون آخر من مكون النصوص الواردة في مقرر الكامل في اللغة الفئة المستهدفة أولى بك علوم الصفحة 110-111 قبل أن أعطيكم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع لبأس أن نشرح الغاية من كتابة هذه المقالة ليها للكاتب عبد الرحمن العساوي عبد الرحمن العساوي في هذه المقالة سمات الإبداع كان الهدف منها هو أن يعرف لنا مبهوم الإبداع وأن يذكر لنا خصائصه التي تميزه عن باقي الأعمال لأن ليس كل عمل قام به الإنسان هو عمل إبداعي وفي نفس الوقت هو أشار منذ البداية على أن الإبداع ليس مجرد تقليد وليس محاكاة يعني المحاكاة هو التقليد إنما هو عبارة عن خلق شيء مغاير يعني هو إتيان بأفكار جديدة قد يسبقه غيره في الخوض في بغمارها لكن المبدع الحقيقي هو الذي يأخذ ذلك الشيء ويطور منه ويصنع منه جديد ويضيف إليه أشياء لم يسبق أحد في سياغته لذلك الشيء فيكون مبدع وقد أبدع في ذلك الشيء إذن عبد الرحمن العسوي تطرق إلى هذا الموضوع ووضح لنا منذ البداية باعتماده كما قلت المنهج الاستنباطي الانطلق من العام فهو بما أنه قال ليس الإبداع مجرد محاكاة لشيء موجود إنما هو خلق شيء مغاير أنه قام بتطرق إلى القضية المحورية للموضوع مباشرة ثم دخل ليشرحها ويفسرها باعتماده على حجج وبراهين وأثليب التفسير باعتبار أن اللغة المهيمة في النص هي لغة تقريرية ونحن نعلم أن الأسلوب التقريري هو غرضه أولاً الإخبار لهدف أن كل المعطيات التي سيقدمها صاحب هذه المقالة هي معطيات موضوعية منطقية تعتمد على العقل وعلى الأدلة وعلى الأمثلة بالإضافة إلى السرد والوصف لأنه وصف لنا سرد سرد مفهوم الإبداع كيف يراه الناس وكيف هو في حقيقته وكيف أثر في الحضارات وكيف أن الإبداع شمولي معنى أنه موجود في كل المجالات سوى كانت مجالات الأدبية أو العلمية ثم في النهاية قال بأن أي عمل إبداعي لا بد له من مخاض لا بد له من ولادة ثم التحقق هوئي الولادة إذن أن كل عمل إبداعي لا يأتي فجائي سوى كان علمي أو كان فنياً مهما كان نوع الفن من الفنون السبعة فإن أي إنشاج لهذا الإبداع فهو يمر بظروف ومراحل حتى يساق في قالبه النهائي ويقدم لك أنت الإنسان الذي تتضوقه ويسمح لك بفرصة تأويله وتخيله حسب تقافتك وأفكارك إذن سأقرأ لكم الإبداع نشاط دهني يتيح إمكانية إنتاج الجديد عبر النشاط الإنساني بمعنى أن ذاك الإبداع هو واحد نشاط دهني فعلاً ولكن ما كيجيش عبتاً هو أو شي حاجة إحنا اللي كان خلقه إنما هو مخلوق معاً يعني هو نشاط إنساني بحي لقلتي الفكر تأمل الإبداع نشاط دهني يتيح إمكانية إنتاج الجديد عبر النشاط الإنساني الذي يشمل مختلف المجالات العلمية والفنية والحضارات تتطور بفضل الإبداع من خلال الصنعة والابتكار والاختراع الأسئلة التي يمكن أن تطرح في الامتحان الجحوي حول هذا الموضوع هي مثلاً كيقولك ما هي القضية المحورية التي يعارجها النص أو ما هي الفكرة أو استخرج الفكرة العامة أو إشرح قولة أو ما علاقة الفقرة الأولى بالعنوان مجموعة من القضايا تطرح في الامتحان أو يقول لك بين المراحل التي تطرق إليها الكاتب أثناء قيامه بتعريف مفهوم الإبداع ما هي البنية الحجاجية التي اعتمد عليها الكاتب في سياغة قضية أو موضوعه ما هي البنية اللغوية إذن هناك مجموعة من الأسئلة أهمها سنلع أول شيء أننا سنقوم بملاحظة العنوان تركيبياً ودلالياً فسماث الإبداع أدواء العنوان مركب اسمي مبتدأ مضعف إلى الإبداع والخبر مقدر في النص دلالياً أنه يشير إلى تعريف مفهوم الإبداع وخصائصه من خلال تتبعنا للنص نجد أن الكاتب قد تحدث عن الإبداع أنه ليس تقليداً إنما هو خلق شيء جديد مغاير من خلال إبداع أفكار جديدة ليست لها سبق فيما مضى فرضية النص نفترض أن الكاتب سيعرف مفهوم الإبداع ويتطرق إلى سماته التي تميزه عن باقي الأعمال الفكرة العامة الكاتب قام بتعريف الإبداع وتحديد سماته ليبرز مدى فضله في تطور الحضارة الإنسانية الأفكار الززئية الموجودة في النص تعريف مفهوم الإبداع لا يوجد فرق في سمات الإبداع سواء كان في المجال العلمي أو الأدبي أو الفني أي أن الإبداع عملية شاملة تحدث الكاتب عن مراحل الإبداع وهو عملية شاقة تأتي نتيجة تأمل في البداية ثم محاولة سياغت ذلك العمل أي إنتاجه ثم في النهاية تقديمه تطور الحضارات أو الحالة المدنية نتيجة إيمان الإنسان بالإبداع ودوره في هذه الحركة التاريخية للتطور والنمو للوصول إلى الحقيقة لا بد من دوافع وظروف تدفع المبدع إلى أن يبدع من خلال حسه الإبداعي بالإضافة إلى أن كتبت لكم قد تعطيكم شرح قولة ونأخذها من هنا هذه القولة الليبنتية مهمة كترق لقاء جميع الأستداء وعملية الإبداع واحدة سواء كانت في ميدان العلم وابتكار الفروض العلمية الفردي الفرضية الفروض العلمية والوصول إلى القوانين والنظريات التي تفسر الظواهر العلمية أو كانت في مجال الأدب وابتداع المعاني والسيغ والأشكال الجميلة فهذا القولة يرى الكاتب أن عملية الإبداع واحدة وشاملة بمعنى أن الإبداع موجود في الأدب وموجود في العلم سواء كان في العلوم التقنية التي سهلت حياة الإنسان أيضاً ولا ننسى أنه أيضاً موجود حتى في العلوم الإنسانية ودورها في تطوير الأدب والفكر يعني كنقول العلوم الإنسانية كنقول الأداب والفكر اجتماع تاريخ أن هذه العلوم الإنسانية هي التي تقوم الإنسان وترقى بإحساسه إلى أهم خاصية في الإبداع التفاعل مع كل ما هو جميل بمعنى فهذا القولة أن الكاتب يريد أن يوضح أن منك يبغي المبدع سواء كان فنان أو كان عالم حينما يريد حينما تحين الساعة أن يعطيك شيئاً خارق للعادة وتراه إبداعاً منه فإنه يمر بعملية هي الألم والمخاض إما يصل المبدع كما قل سواء كان عالماً أو فناناً إلى عمق التجربة إلى الألم العميق والدفين فيورد لديه هذا العمل أو عالم رحت العلماء مجلسوا واكتشفوا نظرياتهم عبتاً أو فجأة إنما كانت هناك أسباب التي دفعتهم إلى الابتكار والاختراع في تلك اللحظة الحاسمة أيضاً الفنان سواء كان أديباً أو رساماً أو شاعراً أو موسيقياً بالنسبة للحقول الدلالية في النص هناك حقلان الإبداع موجود في حقل الأدب والإبداع أيضاً في حقل العلم الألفاظ الدالة على حقل الأدب والفن كنقول الفنان التشكيلي اللوحة الفنية الشعر الأدب الإبداع الفني رهافة إحساسهم أما في حقل العلم كنقول العلم الآلة البخارية إسحق نيوت القانون الجاذبية الفروض العلمي النظريات العلمية العلاقة بينهما علاقة الترابط وتكامل وضف الكاتب رصيداً معجماً من خلال استخدام الأسلوب الخبرية بقوة هدفه الفهم وإبلاغ رسالته بلغة تقريرية مباشرة وهناك إحاء من يخصي قليل القفرة الفجائية التي تشرق القفرة لا تشرق الشمشة التي تشرق لكنه اعتمد عليها بشكل خفيف أراد أن يكون محايداً لأنه لا إذا قرأت النص قراءة الجيدة تجد أنه لا يوجد فيه ضمير والسبب ذلك أو الغاية من ذلك أنه ترك موضوعه في متناول الجميع لأن الموضوع هو موضوع علمي وحساس وليكسب النص مستقيته لهذا فإنك نوجد بأن حينما قال لك إن الإبداع ليس مجرد محاكاة أو تصوير إنما هو تجديد إنتاج الجديد إذن يقصد بأن الإبداع إحتاج إلى تأمل وأن هذا التأمل وأن هذا الصراع مع الواقع الذي أنتج لنا فناً أو أدباً إذن معنى أن العملية الإبداعية هي شاملة وأن الإبداع يشمل كل مجالات الحياتية من فن وأدب وموسيقى إذن الأسلوب الذي اعتمده الكاتب هو أسلوب استنباطي انطلق من العام إلى الخاص لأنه كان غرضه أو أن يقوم بعملية التعريف فإحتاج إلى الأسليب التفسيرية من تعريف وأمثلة وأسلوب التمثيل ثم تطرق إلى أو أتى بالحديث عن أحداث معتمداً من خلالها على السرد والوصف ثم وظف أيضاً الاستدلال المنطقي لأنه من خلال الروابط المنطقية ليس ثم يقول أو تاني بل هو وكذلك لا يمكن أن يكون الإبداع وكذلك وإنما هو هذا هو الأسلوب المنطقي يعني كيعطيك المشكلة كيعطيك السبب السببية أو النتيجة استخدام هذه الروابط تدل على النفي على نفي الشيء ثم بسرعة أنه يؤتيك بالعكس بالإتبات ليشرح لك أو يزيل الغموض الذي قد ينتابك بالإضافة إلى أدوات التأكيد والشرط بالإضافة إلى إتياني بحجاج واقعية من الواقع ومن التاريخ التركيب والتقويب نص سمات الإبداع لعبد الرحمن عيساوي عبارة عن مقالة تفسيرية حجاجية عرف فيها مفهوم الإبداع وذكر مراحله الكبرى ودوره في تطور الحضرات الإنسانية وأن لا فرق في الإبداع بين المجلس الإبداعية وهو متواجد ثواء في الإبداع الفني أو في الإبداع العلمي ولقد اعتمد على حقلين دال لين حقل الأدب وحقل العلم ليبرز تمورية الإبداع كل ذلك كان بأسلوب تقريري بلغة سهلة واضحة وموضوعية لأن الهدف من مناقشة وترحل هذا الموضوع هو التعريف الإبداع وتحديد خصائصه فاستدل بأسلوب الحجاج من تعريف وإعطاء أمثلة واستشهادات من الواقع والتاريخ ووصف وسرد إن الكاتب كان محقا في تعريفه لأن الإبداع كان أهم وسائل التي غيرت مجرى حياة الإنسان ولولا ما تقدمت الحضارات ولا عرف الإنسان كل هذا التحول أنظر بأولدتي أنتم ما شوفوا هو هو يا الأوراق شكرا للمشاهدة